السلام عليكم البنات كديرين لا بسع لكم كل شي مزيان صحابي خير الحمد لله اليوم بغيت نشارك معاكم البغرير لكي يجي متقب واعر قرطي طب لما تصدقش البغرير تبع معايا الطريقات تحضير رغدي وليس دقليا لدينا في المقادر جوج كيسان ديال دقيق الفينو لدينا قبيصة ديال الملحة لدينا معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية لدينا واحد الخميرة حمرة و واحد البيضة لدينا جوج كيسان ديال الماء سينضيف مازال الى خصني غادي نضيفه تبغى مشي والتعريقة تتحضير سينضيف دوك جوج كيسان ديال المالي عندي الماقص يكون دافي واحد شوية و الى كان خصني المرأة سينضيفه مازال و ستشوفون ايش حال سينضيف من بعد حيث على الحساب الدقيق كين الدقيق لي كيشرب و كين لي ما تشربش أنا نمس تعمل الدقيق الفينو سينضيف دوك جوج كيسان ديال الدقيق الفينو ما كين له دقيق الفورس لا سميدة رقيقة دقيق الفينو و واحده كي يجي غزال البغرير ديالو كي يجي متقب كي يجي من دك الشي دابا غادي نطرب هاد الدقيق مع الماء باش نشوف شحال خصني ديال المالي غنزيد دابا من اللي طربت داك الماء و الدقيق غادي خصني نزيد واحد شوية ديال الماء انتما غادي تشوفو شحال غادي نزيد غادي نزيد نزيد نس كاس تقريبا نس كاس و غادي نعاود نطرب نفس الكاس باش عبرت الماء و الدقيق نس كاس ديالو هنعاود نطرب دابا دقيق و الماء مزيان انتما كي كتشوفو غادي نطرب مزيان ضروري البغرير كي بغي تطرب يتطرب مزيان ثافي دابا انتما كتشوفو القوام ديالو كي دير يعني كافينا جوج كيسان اونس في جوج كيسان ديالو تقيق جوج كيسان ديالو تقيق جوج كيسان اونس عفوان ديالو تقيق غادي نضيف ملعقة كبيرة ديال الخميرة الفورية و شوية ديال الملحة الملحة كسبقة على حسب الدوق يعني كل واحد ودك شي بغا في الملحة يديرو سوف نطرب مرات تانية سوف نطربه مزيان نطربه مزيان دابا هانتما ما اللي طربتم هانتما كيباش كي يجي سوف نضيف اليدابا بيضة بيضة واحدة و سوف نطرب مرات تالتة يعني سوف نطرب بعودتين مزيان مع البيضة هانتما كتشوفوا معانا تبا غير هاد المراحيل سوف يصدق لك البغرير من ذاك الشي هانتما دابا كيباش كتشوفوا هانتما كيباش كي يجي ما تقيلش بالساف ما تقيلش قاحس يجي شوية خفيف واحد شوية سوف نضيف دابا واحد الخمارة حمراء و سوف نطرب مزيان تقريبا يبقى يطرب دقيقة تقريبا وهو كيتطرب سوف نطلقوا من بعد السابق ما تنسوش تدروا واحد الجيم و تشاركوا في القناة و تفعلوا الجرس باش يبصلكم الجديد البنات من بعدما تطربت البغرير مع الخميرة خليتوا واحد شوية اردع من بها جوش دقيق فيما سخنت لي المقلة ديالي المقلقة ستكون سخونة مزيان صافوا غنبدا نطيبو انتم ما كتشوفوا كيفاش غادي يجي متقبو سبين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيما على الوقت اليوم قالت المقلة سبينك كيف تقبها؟ كتجي غزالة الصراحة وملي كتبدت نشوف مني كتكون نشفت أنا كنعود نقلبها ضروري كنطيبها من الجيهة الاخرى كك يجيني سبين وكيعجبني يجرب يا را غادي تعجبك ها هو البغرر ديالنا ملي طاب ها هو كيفاش كيجي كلهم تقب انتو ما كتشوفوا قدامكم كلهم تقب ما فيه لا فورس لا اسمي درقيقة بدرقيق الفينو بوحدو كيولي بحالكة ها هو كيفاش قدم تودت لي العسل والزبدة ضوبتهم ثم يمكن لكم تديروا زيت العود يمكن لكم تديروا الفرماج يمكن لكم تديروا املو يعني كتقدموا بطريقة اللي بغيتم وبصحاب الراحة كنتمنى ان لكم تجربوها وتجاوبوني في تعليقات اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة